الآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة السادسة رجائي رمزي معه أخبار الاقتصاد أهلا بك رجائي أهلا بك ينوها أهلا بك محمد مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وأياكم في هذه الوقفة الاقتصادية أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على دفع الخطوات التي تتم في إطار برنامج رد الأعباء التصدرية ومكنت خطواته لكونه يعزز خططاء الدولة لتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة وأيضا إيجاد فرص تصدرية حقيقية للمصدرين في الأسواق الخارجية كذلك الاجتماع الذي عقده مدبولي لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصدرية ومكنت خطواته بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وطالب رئيس مجلس الوزراء بسرعة صرف ورد الأعباء المتأخرة بصورة كاملة بحيث يتم مع بدء تفعيل نظام الميكان الجديد للبرنامج صرف مستحقات المصدرين في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من توقيت استفاء كل مصدر للمستنانات المطلوبة كاملة أصدر البنك المركزية قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية ورقابة الإشراف عليها بما يمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بأسوق تضمنت الاشترافات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن مليارين اثنين في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى أربعة مليارات جنيه كذلك أن يكون المساهمة الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال شهدت مدينة العين السخنة مراسم تسليم أول حفار بترولي صناعة مصرية 100% يأتي تصنيع الحفار ضد خطة طموحة للدولة لتوطين صناعة الحفارات في مصر وتوفير مسلزمات إنتاج صناعة البترول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تكليلا لجهود الدولة في القطاعات كافة كانت مدينة العين السخنة على موعد للاحتفال والإعلان عن تصنيع أول حفار بري بترولي تم تصنيعه على أرض مصرية وبآياد مصرية خالصة بنسبة 100% لتنافس الدولة بقوة في هذا القطاع على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث يشهد قطاع البترول خطة لإنتاج أول خمسة حفارات بترولية برية استعدادا لبدي تصدير إنتاج الحفارات المصرية لمختلف أسواق البترول العالمية إنتاج أول جهاز حفر للبترول تصنيع صناعة مصرية 100% فطبعا إحنا بنقول إن إحنا سعداء ليه؟ لأن النهاردة دي تجربة مهمة جدا بالنسبة لنا إحنا يمكن قطاع رائد وبنحاول نشتغل في كل ما يتعلق بصناعة البترول بحيث إن إحنا نصنعه محليا بقدر الإمكان والنهاردة أحد أهم الأدوات اللي بتشغل بها هي جهزة الحفر بتاعتنا اللي بتشغل في حفر الأبار لإنتاج البترول فبتدينا هنا نصنع والحمد لله دي كانت البداية هو أول مشروع جهاز حفر يتم تصنيعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتصل قوته وقوة البريمة إلى 2000 هورس باور حيث صنع بأحدث تكنولوجيا حفر في العالم وبأحدث نظم الجودة ومعايير الأمان العالمية ويعمل بنظام تحكم آلي ومزود بسوفت وير على أعلى مستوى من التكنولوجيا الحفر ده واحد من سبع حفرات حيتم إنتاجهم بس ده البكورة الإنتاج وده أول مرة في تاريخ جمهورية مصر العربية ينتج فيها حفر بالشكل العظيم اللي احنا كلنا شفناه ده وان ده الحفر اللي بيستخدم في الخليج زي ما اسمعت في التقديم النهد اللي بيستخدم في المملكة العربية السعودية وجميع دول الخليج يهدف المشروع لتلبية الاحتياجات المتزايدة على هذه النوعية من الأجهزة بالسوق المحلية خاصة في ظل النشاط المكثف للشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن الغاز والبترول حيث سيصهم إنتاج الشركة في سد فجوة أجهزة الحفر البرية بالأسواق المحلية والعربية والإقليمية التي تشهد زيادة في الإقبال عليها نظرا لكثافة أعمال التنقيب عن البترول لتتصدر مصر هذا القطع الحيوي وتنافس كبرى الشركات العالمية في هذا المجال أحمد الحسيني التلفزيون المصري نهاية وقفقتنا الاقتصادية مشاهدين عودة مجددا إلى نها ومحمد فإليكم شكرا لك